أهلاً وسهلاً ومرحباً في حلقة جديدة من برنامجنا هيدي مصر النهاردة هتكون حلقة مميزة جداً هنتكلم فيها عن صدى القلوب نعذف الحاننا بكل دقة ولكن الواقع للأسف الأسف الواقع في بعض الأحيان بيخليها للأسف غير مجدية لو حبينا نتكلم النهاردة عن صدى القلوب والإحساس صدى القلوب هو عبارة عن الأحاسيس والمشاعر اللي احنا بنحسي بيها الأحاسيس والمشاعر دي عاجات جميلة جداً الأحاسيس والمشاعر ليس قاصرة بين رجل وامرأة ولكن هذه الأحاسيس والمشاعر تتوقع أن تكون كل احتواء للمجتمع بمعنى أحساسي ومشاعري من ناحية ابني من ناحية صديقي من ناحية صديقتي دايماً لما أنا أحب الخير للناس الناس تحبين للخير دايماً لما أنا أكبر الناس الناس تكبرني دايماً لازم نكون إحنا على خط متصل وإن إحنا نعرف يعني إيه حب لأن الوجع ده بيعمل دغدغة في الجسم دغدغة في المشاعر لللي بيحس واللي بتحس عايزين نقول إن إحنا المفروض المجتمع بتاعنا يسود فيه الحب الحب ده يخلينا كل واحد مننا يحاول أنه يرفع التاني بكل الطرق المتاحة والغير متاحة مثلاً أنا لما أحب الخير لبلدي أنا هاوصل بالخير لبلدي بحب الخير للجيش والشرطة والشعب أنا هاوصل بالخير للجيش والشرطة والشعب لازم المجتمع يتكون الشيء الأساسي اللي هو يبني عليه أو البناء السليم اللي هو يكون مبني عليه هو الحب والحب هو لغة صدى القلوب دلوقتي لو حبينا نتكلم عن البلد بتاعتنا والأحداث اللي بتحصل فيها اليومين دولا هنبص لأن إحنا بلدنا كل يوم بتجبر اه احنا بنتوجع اه في بعض الأحيان بيبقى فيه ظروف اقتصادية الظروف الاقتصادية دي بتحاول تخلينا إن إحنا بيبقى فيه حالة تزمر أو حالة تعب لا الصبر دايما الإنسان عشان يبدأ بناء سليم لازم يكون عنده كمية كبيرة من الصبر الصبر دوت هو اللي بيوصلنا لأنه ما فيش بنا بيتبني سليم إلا ما بيكون على الأسس وقواعد طب الأسس وقواعد اللي أنا هعملها دي هعملها إزاي علشان أعملها لازم أتكون عندي قوة تحامل شديدة أنا دلوقتي باجي بابني بيت بعمل البيت دوت أساس بعمله عمدان إحنا البلد بتاعتنا لما الرئيس خدها خد البلد فضية البلد أساسا عليها ديون عليها حاجات كتيرة قوي إنه صعب إن إحنا نتحملها لازم نبص إن إحنا بنتحارب خارجيا وبنتحارب داخليا طب الحروب دي هل الرئيس بتاعنا هيبص للحروب الداخلية ولا الحروب الخارجية لازم نحاقف على البلد لازم نتحمل بصدقني أنت ممكن ما تقولش وتشرب بس إنك تعيش في أمان قد إيه اللي بيحصل في البلاد الثانية كل البلاد دي إحنا عارفينها معنى إن أنا الست بتاعتي الست بتاعتي تعيش في أمان وإن ما فيش حد بيحاول إنه هو يقل من قيمتها ده عندك أهم ولا عندك الأكل والشرب أهم المشاريع الكبيرة اللي الرئيس دلوقتي عاملها لنا في كل مكان المشاريع دي والاقتصاد اللي البلد رفعه اترفع عليه بالرفع الجامدة دي حاليا دلوقتي بصلا عندنا الطرق والكباري شوف الطرق بتاعتنا بقت إزاي شوف الأطرات اللي بتتعامل بقت إزاي إحنا دلوقتي عندنا قطر يتعامل بيوصل أسوان في أربع ساعات كانوا بيعلنوا عنه الحاجات دي كلها الطيارات بلدنا بقت بتصنع بلدنا بقت بتكبر كفاية إن التشريفة بتاعة الرئيس هو رايح فرنسا والناس كلها بتحييه والناس كلها بتقوله شابوه ده بالنسبة لنا فخر كبير الأمن والأمان من صدى القلوب الحب من صدى القلوب الإخلاص من صدى القلوب الوفاء من صدى القلوب فإحنا ليه منكونش كلنا بنحب بعض عشان نكبر مع بعض لازم نتحمل نتحمل قوي 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 في ناس حاجات كثيرة بتحصل وزعلنين منها وبيقولوا طب ليه وحصل كده ليه أقولك علشان خاطر لازم يكون فيه كل حاجة ليها رد فعل أنا لما أضحي شوية أنا لما أستحمل شوية أنا لما أصبر شوية هوصل لللي أنا عايزه ده طبيعي الست والراجل لما بيجيه جاوزه يقولوا نعمل جامعية عشان نجيب أنطرية ونجيب صالون ده مش عيب إحنا بقى من غير جامعيات بنكبر بس بيبقى فيه قوة تحامل صدى القلوب في كل حاجة في الدنيا الحب في كل حاجة في الدنيا لازم نحب ونتحب علشان خاطر أن نبدأ نوصل وإحنا حطين إيدينا في إيد بعض إيد لوحدها عمرها ما تسقف الإيدين مع بعضهم بنوصل وبنوصل بسرعة جدا لما نيجي نتكلم على حاجة تانية هنقول طيب البلد دلوقتي ابتدت إن إحنا مثلا في مشكلة عندنا قبل الموضوع دوت المشكلة عندنا دي في اسكندرية في دار أيتام دار الأيتام دوت في مشكلة فيه الناس كانوا بيتكلموا معنا بيقولوا إن هم هيتردوا من دار الأيتام ويحصل لهم مشكلة كبيرة وإن المفروض وزيرة التضامن إن هي تقف معهم وزيرة التضامن على فكرة وقفت معهم وحلت الموضوع دوت وإحنا بنشكر وزيرة التضامن في الموضوع ده لأن المفروض إن إحنا ندي الفضل لصاحب الفضل لما نيجي كمان إن إحنا نتكلم على المشكلة اللي بتحصل حاليا مع الناس اللي هما بيلقوا الإشاعات في البلد زي موضوع المستشفى اللي كانوا بيتكلموا عليه والأكسوجين هل متخيلين إن فعلا فيه مستشفى مش بكيها أكسوجين؟ طب إزاي؟ بقى دي كلها المفروض حروب وإشاعات إن إحنا نصدها وما نقفش قدامها وما نسمحهاش لازم الإنسان يكون فيه وعي فكري معركة الوعي الفكري دي معركة كبيرة جدا يعني لازم قبل ما نقول أي كلام نتفلتر لازم نشوف الكلام ده صح غلط طب الكلام ده اتجاهاته إيه؟ هل اتجاهاته سياسية؟ اتجاهاته اقتصادية؟ اتجاهاته تدخل في الأمن القومي بتاع البلد؟ ما ينفعش ما ينفعش إحنا زمان كنا بنصنع القطن والقطنة ده اللي كله بنصنعه كان أحسن تصنيع في جمهورية مصر العربية كان بيصدر للعالم كله والخارج كله طب إحنا ليه ما صنعنا دي ما تشتغلش تاني؟ طب تشتغل إزاي؟ تشتغل وأنا مستني علشان أكل وأشرب؟ مستني إن أنا كل شوية أقول المرتب عايز يزيد؟ طب ما نصبر شوية أصبر شوية أصبر عشان خاطر ابني وابنك أصبر عشان خاطر بلدي وبلدك أصبر أصبر وأصبر شوف إيه اللي يحصل في الآخر فإحنا حبينا نتكلم نتكلم في حاجات كتير وكلام كله بيخصنا لأنه بيوجعنا من جوة لما نحس إن حد بيجيب سلة بلدنا أو بيتكلم عن بلدنا بطريقة مش كويسة مصر جميلة ومصر مفيش أحسن منها وبلدنا بلد الأمن والأمان وإحنا الأمن والأمان ده حاجة مش سهلة ومش قليلة جدا ده حاجة كبيرة قوي يعني إن أنا أنام وبيتي آمن وفيه أمن يعني إن أنا محدش يخبط على بابي وخاف إحنا زمان جات لنا فترة ما كلاش بنطلع بعد الساعة عشر بالليل بالوقتي بنطلع ثلاثة الصبح واربعة الصبح ما ده أمن وأمان ومش سهل إن هو بسهولة كده إن إحنا نلاقيه طب ده جاي منين جاي منين جاي من الجيش جتاعتنا جيشنا جاي من الشرطة وجاي بتعلمات من الرئيس الأمن الأمن ده حاجة يعني الواحد ما يتخيلهاش أنا ابني دلوقتي لما يجي يعيه أطلع أجر به مش مستنية لإن إحنا برضو دخلنا في حاجة تانية زي موضوع الكورونا بالزبط موضوع الكورونا دوت اللي إحنا بيقولوا عليه ده مرض ومرض العصر طب الكورونا دي بتيجي منين ما ينفعش إن أنا أبقى مريض كورونا وأعمل نفسي مش مريض وماقولش للناس إن أنا مريض خوف إنت خايف من الناس تقولهم إن أنت مريض وتعدي وراك كم أسرة طب كم أسرة اللي إنت دلوقتي هتسبب لهم في المرض ده حال متخيل إن كل الأسر دي معاها تمن الأدوية معاها تمن اللقاح معاها تمن أي حاجة ممكن تجيبها إنت بتقذيش نفسك بس إنت بتقذي مجتمع أنا مجرد إن أنا أنزل أنا كنت في النوانة جاية من شوية واحدة بتسألني بتقول لي يا أستاذة أنا واحد جارتي عندها عنده مرض كورونا ممكن دي نزل يقعد في الشمس قلت له يقعد في الشمس طب أنت أعرف أن عشان ينزل بتنزليه من فوق كم حد هتئذيه وهو نزل على السلم هيئذي كم واحد كان المنطقة اللي وقعت فيها سواء المنطقة دي شارع سواء حارة سواء ضرب سواء مدينة هيئذي كم واحد فيها طب اللي كان واحد فيهم دول عارفهم هيئذي كم واحد تاني طب ده كله ليه طب أنا وده مش برد أصلا كمان بيتفعل بالحرارة يعني كمان مش برد يعني ده مش دور برد عادي طب أنا أعتكف وأعتزل وحكتي جيني وأنا معتزل ده ليه عشان أنا مأزيش نفسي وأزي بيتي وأزي جيراني وأزي الناس اللي حواليها كلهم فكل ده تحت نطق صدر قلوب ليه لأنه ده بيتعلق بالرحمة والرحمة دي من القلب وهو مش أي حد رحيم إلا الناس إنسان اللي عنده قلب بس اللي عنده قلب بيحس هو اللي يفهم معنى كلمة رحمة فأنا لازم أكون رحيمة بنفسي وبأهلي وبجراني وبالناس اللي حواليها لكن أنا أنزل وأغامر ركب عربية ركب بأوتوبيس ركب بأي حاجة كده وبص لا الناس ده بياخد وده بياخد وده بياخد المرض طب ليه أنا بأزي مجتمع كامل علشان الخطر إيه علشان الخطر ما أقولش صدقني الصدق منجي الصدق منجي وحرام إن الإنسان باللغة العادية كده إن إحنا ندبس بعضينا ندبسه في مرض طب إنت مش خايف ربنا مش عارف إن ده ممكن مش يقذيك إنت بس تيقذي ولادك طب مش هتقذي ولادك وهتقذي الشرع بتاعك بس طب ما ممكن المرض يرجع بطريقة تانية نخاف ونخلي فيه حرص يعني أنا النهاردة والداخل المدينة أو إحنا بندخل المدينة هنا بأمانة أجبل حاجة هنا ما حدش بيدخل اللي لازم بالكمانة ما حدش بيدخل اللي لازم يتعرض للحرارة يشوفه حرارته شكلها إيه لازم بص ليه كل الناس ما تباش جميلة كده زي المكان اللي إحنا فيه زي مدينة الإنتاج زي الدنيا كلها تباشي باشي بنفس الطريقة ونفس السيستم بنفس الطريقة ونفس السيستم فنحاول المصالح والأماكن اللي فيها تزاحم إن إحنا نخاف على بعض الكمامة ده شيء مش موضوع يعني كبير وبقيت ببلاش كده زي ما بيقولوا فليه ما نحفظش عليها ليه دايماً إن إحنا ما نحفظش إن إحنا أي شيء يخص الوطن ويخص أهلي أكون أنا محافظة عليه ومحافظة عليه كويس جداً كمان صدر قلوب فيه برضو هندخلنا في كذا حاجة هندخل في حاجة تانية نتكلم عن الراجل اللي هو بيقدر يتجاوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة وفجأة كده الستة بتحبه قوي وفي لحظة يقول لها باي باي ده موضوع مهم جداً على فكرة يعني آه أنت من حقك تتجاوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة لكن لما تكون واحدة بتراعي ربنا فيك وبتحبك قوي فأنت لازم تراعي ربنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام آه فيه وزوجة من زوجاته كانت يعني كبرت في السن وكان شكلها يعني كده فقال لها قال لها لو انتش عايزة تبقى معايا خليكي لو مش عايزة تبقى معايا يعني يسيبها يطلقها في صراحة هي طلبة انها تبقى معايا فرعى ربنا فيها وزي ما الراجل عنده غلط الست أكيد عندها غلط والست زي ما عندها غلط الراجل عنده غلط فإحنا نعمل إيه لازم نوصل لمرحلة تفاهم بينا وبين بعضينا لأن الطفل اللي بييجي دوت ماروش زمد وهو ده برضه نوع من صدى القلوب الطفل اللي بيجي ماروش زمد زمد هو إيه إن هو ييجي في الدنيا بين أب و أم و مشتتين زمد هو إيه إن هو ييجي في الدنيا بين أسرة مفككة ماروش أي زمد فلازم إن نكون قبل ما نخط خطوة الجواز دي لازم أول حاجة نعملها إن إحنا نفكر صح ونقرر صح ونختار صح كمان الستات اللي هي أو الرجال اللي هما بيعرفوش ربنا وبيعملوا حاجات تحت النزوات وتحت 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 وفي الآخر نبص لقى الطفل مرمي في القمامة أو طفل مرمي تحت السلم أو في مكان الماء وهذا الطفل ليس يعني ما عرفش مصيره إيه ما عرفش مصيره إيه في المجتمع طفل يطلع مجهول الهوية ممكن حد يخده ويتبناه ويكون طفل مستقيم وممكن في نفس الوقت إن إحنا بنخلق جيل جديد من الإرهابيين جديد جديد من الإرهابيين ومن الناس اللي هما بيعملوا مشاكل في البلد أو بيسبقوا في الإجرام اللي بيحدث في هذه البلد فإحنا دلوقتي عايزين نعرف الأم دي اللي بترمي طفلها طب أنت إحساسك فين؟ طب أنت إيه؟ طب أنت زي أم؟ وفاصل ونعود واشكركم على حسن الاستماع وإلى هنا ينتهي برنامجنا هي دي مصر في حلقة جديدة صدر الألوك وشكرا لحسن الأطفال ترجمة نانسي قنقر